لم يفلح العراق منذ منتصف القرن الماضي بوضع حلول نهائية لأزمة متكررة باتت ورقة ضغط بيد دول المنبع تركيا وإيران من خلال التحكم بشكل مطلق بتدفق مياه نهري دجلة والفرات ويبدو أن الحكومات العراقية على مدى قرن مضى فشلت في توقيع اتفاق ملزم مع الجارتين يضمن حقوق البلاد ويبلغ اجمالي معدل الاستهلاك لكافة الاحتياجات في البلاد بنحو 53 مليار متر مكعب سنويا بينما تقدر كمية مياه الامطار في المواسم الجيدة بنحو 77 مليار متر مكعب وفي مواسم الجفاف نحو 44 مليار متر مكعب ويعني نقص مليار متر مكعب من حصة العراق المائية خروج 260 الف دنم من الاراضي الزراعية من حيز الانتاج ووفقا لتوقعات مؤشر الاجهاد المائي فان العراق سيكون ارضا بلا انهار بحلول عام 2040 ولن يصل النهران العظيمان الى المصب النهائي في الخليج العربي شح المياه مسلسل تتجدد حلقاته سنويا مع حلول فصل الصيف حيث تظهر انعكاساته واضحة على بلاد الرفدين ارضا وشعبا ومنذ 2003 يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وايران بتخفيض نسب الاطلاق وتغيير مسارات الروافد واقامة السدود العملاقة الازمة في نهر الفرات تأتي من عدم التزام الجانب التركي بالاتفاق الذي يقضي بموجبه ضخة 500 متر مكعب من المياه في الثانية الواحدة عبر الاراضي السورية العراقية اما ايران فقد كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد عن قيام طهران بتحويل 900 مليار متر الى داخل ايران مخالفة بذلك العرفة الدولية ويمتلك العراق اكثر من ورقة للتفاوض مع تركيا وايران للوصول الى اتفاق استراتيجي لشأن حجم اطلاقات المياه من خلال سياسة ترتكز على الاقتصاد والامن والتبادل التجاري وتفعيل الاستثمار طويل الامد